السلام عليكم تحياتي طلبة المرحلة الأولى بعد ما كمنا من unit 32 تكلمنا على mustn't must, mustn't, and needn't اليوم نتكلم على two units and unit 34 should 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 is usually not as strong as must or have to يعني شوية أضعف معناها يعني احنا بالعربي نقول المفروض هاي الكلمة اللي دائما تعودين نقولها أو ما كان المفروض نقول you should do something it is a good thing to do or the right thing to do or you can use should to give advice or to give an opinion يعني اعتقد بأنه كان المفروض هي تصير أنا اعتقد كان المفروض هيا شوفوا ما نقول you should I think or I do not think or do you think هل تعتقد أنه كان المفروض هي تصير اوك مثلا you look tired you should go to bed المفروض تروح لل مو يتوجب عليك لأنه إذا يتوجب عليك ستصير قوية شوية مثل must and have to فأفضل ترجمة إلها هنا المفروض يعني the government should do more to improve education تعجب على الحكومة أو المفروض على الحكومة أنه تفعل أكثر لتطوير التعليم التعليم should we have quite Stephen to the party هل المفروض أنه ندعو Stephen to the party yes I think we should مثل ما قلتلكم هي تستخدم ممكن we I think I don't think or do you think so I think the government should do more to improve education I don't think you should work وهكذا هنا شوفوا so should is not as strong as must you should apologize it would be a good thing to do so but when you say you must apologize so here there is no alternative you have to do that يعني يتوجب عليك أن تعتذر هنا أعتقد من المفروض مثل النصيحة مثل النصيحة نشوفوا هنا مثل ما كنا giving advice or giving opinion هذا الشد لكن المصد لا ما عندك أي خيار ثاني لازم تروح و تقدم اعترار بالB هنا من المتوقع من المتوقع لشيء أن يحدث من المتوقع لشيء أن يحدث من المتوقع لأنها كانت تدرس بشكل جيد للامتحان المفروض أنها تتجاوز الامتحان بسهولة المتوقع هناك الكثير من المتوقع في المدينة هنا أيضا كثير من الفنادق في المدينة يجب أن يحدث من المتوقع من المتوقع وليس من الصعوبة أن تجد مكانا للمبيت أو للبقاء فبالB اذا من المتوقع بسبب وجود حالة معينة فالمتوقع أنه من المفروض أو المتوقع أنه نتيجة لهذه الحالة الموجودة الـ C أريد أن تنتبهون على الـ CC أهم شيء أعتقد أنه A و B أهم نقطة في A و B أنه يخاف من المتوقع و هذه أهم نقطة لكن المهم بالـ C كيف تستخدم المتوقع يجب أن تفهم أن المتوقع يجب أن يحدث ثم يحدث من المتوقع هذا أهم شيء في هذه المتوقع شاهدت هذا المتوقع لم تفعل ذلك ولكنه سيكون ما يفعل ذلك يجب أن تفعل ذلك مثلا أنت تفعل ذلك تفعل ذلك لم تفعل ذلك كيف تفعل ذلك كيف تفعل ذلك لاقتلا دائما ل paprika يجب ان تفع gé تفعل ذلك يجب أن Mystic لم يكن المفروض علي أن أأكل هذا الكمية من الطعام الـ O2 الـ O2 نفس الشيء لا تفرق نهائيا مجرد الفرق ستايلستيك كل الاستخدامات التي استخدمناها بالشت ممكن أن نستخدم مكانها O2 لا يفرق المعنى نستخدم O2 في حالة الشت في هذه الملخصة الملخص لهذا الملخص بسيط الشت معناها من المفروض أو من الواجب أو أعتقد اعتقادي فكرة في حدوث شيء معين لذلك الأفعال تستخدمونها الـ Think دائما لأنها عبارة عن تعبير عن الرأي وأهم شيء هذا بالـ C لما نستخدم بالـ Past Tens حسنا الـ Should أيضا تستخدم مع هاي الأفعال شوفوا بس انتبهوا لي على هاي الأفعال هاي الأفعال خصوصية معينة باللغة الإنجليزية لأنه إذا استخدمناها راح يكون عدنا نوع من المود المود هاذا يكون Subjunctive شوفو هاي هنا شوفو هاي الأفعال شوفو هوا ما حاجع عنا بهذا يمكن تاخذوا بالمرحلة القادمة تفاصيل أكثر بس هاي الأفعال insist, recommend, suggest, demand, propose بس هاي الأفعال بس هاي الأفعال بس هاي الأفعال بس هاي الأفعال تعبير ماتا بالماضي لكن الشد هنا يجب أن تكون بالبراسط لكن هو المعنى طبعا بالماضي بس ما نستخدموها هاذ Apologize دكترس recommended شوفو ناس الشينا بس هاي الأفعال 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 وينما نناعنا هذا تنظر فرميها بس هاي الأفعال بس هاي الأفعال فرميها بس هاي الأفعال ماذا يت discour gry. ولل حالت في likنة تحب الوقاء في لديه. تحب الوقت ، طبع، as we do her we may delete should and should her is optional I insisted that instead of saying I insisted that he should apologize we can say I insisted that he apologize should her might be deleted so be careful with these two uses of should with what is called the subjective mood the subjective mood okay now in see her we have to suggest we cannot use to be careful her to delete to so I say would you suggest what you suggest we should instead of saying we should to do don't do that we have to say we should do I suggested that she should buy buy a car all right with the money instead of saying we should to buy a car so don't use to after should her in number c okay of course should also use with number of adjectives like strange old funny typical natural interesting surprise surprising so he say it's strange that he should be late it's strange or it's out or it's funny or it's surprise surprising or I'm surprised that he should be late okay okay yeah he's usually on time he's usually on time I was surprised that he should stay such he should say such a thing okay yeah it sounds like a little bit strange for us to be translated in Arabic because here we have to delete the idea of the meaning of should اللي هي من المفروف okay بستبهولي على اي اي we can say if something should happen for example we have no jobs at present but if the situation should change we will contact it sounds a little bit odd for us okay but this is an expression which is also used in English we can also begin with should let's finish with this let's see what does this mean we have no jobs at present لا يوجد لدينا أعمال في الوقت الحاضر but if the situation should change ه should does should have anything to do with the meaning that we used in the previous sections يعني كشد هنا نفس المعنى بالمعنى اللي استخدمنا بال بالسections اللي قبلها we have no jobs at present if the situation should change the situation should change we will contact you this is just on suppression which has nothing to do with the idea or the meaning that we used should in the previous sections but it is just an expression which is used in English so we may just delete it in translation so we say we have no jobs at present لا يوجد لدينا أي أعمال في الوقت الحاضر ولكن إن تغير الموقف سنتصل بك إن حدث أي تغير now we can also begin with should should the situation change now should the situation should something happen ok لو حدث أي تغير we will contact you ممكن استخدم هذا an expression شوفوا هذا E two expressions which sounds a little bit weird a little bit rare so that's why that might be confusing in translation so we say should ان تغير الموقف we will contact you this means the same as نفس المعنى هذا هنا استخدام should معنى if you can use I should I shouldn't to give somebody's advice shall I leave now no I should wait a bit okay I should wait I would wait if I wear you لنطي نصريحة هنا لنطي نصريحة الصديق أو الشخص معين لو كنت في محلك يعني كان انتظرت shall I leave now no I should wait a bit لو كنت انا في محلك لن انتظرت بشكل اكثر ما بها شي شود بس على بسيطة ان شاء لا بس طلعون على هذا الفيديو ساعة بستة نلتقي حتى نكمل الاكسسايزيز شكرا جزيلا نلتقي ان شاء الله شكرا